اشتركوا في القناة الميزان في معني بعد كم ساعة رح ينتقل للعقرب يعني اغلب يوم الاحد رح يكون القمر في العقرب القمر الان موجود في منزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة عشر وستة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الاحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة زي ما ذكرنا في حلقة الامس انه القمر ما زال موجود في الميزان وبدو ينتقل للعقرب طبعا اخر زاوية واللي هي تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح هي زاوية التربيع السلبي اللي بين القمر وبين بلوتو واللي ذروتها الساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وهي اللي بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بابداء عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 44 دقيقة من مساء اليوم السبت ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 6 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني مدة خلو المسار ساعتين بعدها القمر بده ينتقل ويستقر في برج العقرب يعني الساعة 6 و34 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت على الأحد القمر بنتقل للعقرب يعني رح نكون ندخل أو نبلش في فترة منكون فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا لاهتمام بأي مسألة إلها علاقة بالتأمينات أو شركات التأمين بوليس التأمين عقب التأمين يعني الأمور اللي إلها علاقة بالتأمين وقراية رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرار حاسم أو شراء أو بيع أو استئجار عقار جديد بالنسبة للزاوية التي تلي الانتقال برضو تأثير هذه الزاوية بدأ برضو من الآن ورح يستمر لغاية ساعات الصباح هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين عطارد اللي ذروتها الساعة 27 و 26 دقيقة من مساء اليوم السبت بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزيجي طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الإيجابية اللي بين عطارد وبين بلوتو وهي طبعا مستمر تأثيراتها لغاية يوم 12-2 يعني نهاية اليوم لأنها زي ما حكينا هذه الزاوية بلشت يوم 9-2 ومستمرها لغاية يوم 12-2 هذه الزاوية باقتران إيجابية ولكن بميل عليها بعض التقلبات عشان هيك منقدر نوصفها في ممتزجة أكثر هي جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن ممكن تصيبنا حالة من العصبية أو تشتت الذهني في بعض الأوقات بتدفع البعض للكآبة والشعور بالهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا وبرضو بتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص بيتعرضوا لأزمات قلبية أسبابها العصبية أو حوادث عن طريق النيران أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقاوب السلبية واللي رح تكون بين القمر وبين أورانوس ودروتها الساعة 10-42 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيبدأ تأثير هاي الزاوية من ساعات الظهر وبيستمر لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل يعني لصباح يوم الاثنين تقريبا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الأحليل الغدد التناسلية المبايد البروستاتا عظم العانى والجينات هذولا الأكثر حساسية واللي اليوم يصلح لأخذ العلاجات أو مراجعة الأطبة إن شعرنا بشيء غير اعتيادي أو الاهتمام بسلامتهم وفي المقابل إنها هاي لا تصلح للعمليات الجراحية لهاي الأعضاء ولكن باقي أعضاء الجسم مناسب لعمليات الجراحية ما في أي مشاكل وأيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي وبما إنه القمر رح يكون أو رح يستقر في برج العقرب معناته قلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين ثلاثة عثنين في تمام الساعة احداش وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى يوم الثلاثاء يعني تمام الساعة وحد وثلاثين دقيقة صباحا أو فجرا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة تسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بصير عمره ثلاثة وعشرين يوم نسبة الإضاءة ستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين طبعا هي الآن موعد بث الحلقة منتحسة بنسبة خمسين في المية بعد منتصف الليل بتصير منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية وهيك بتكمل طيلة النهار القمر في العقرب حتى يوم أربعة وعشرين اثنين هي الآن سعيدة بنسبة خمسة في المية ولكن بعد منتصف الليل بتصير منتحسة بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسة في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في الدلو حتى يوم اثنين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الحوت حتى يوم عشرين اثنين سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعش خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية وزحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة سعيد بنسبة خمسة في المية أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر تحرك من البيت السابع اللي هو مقابلتهم لغاية البيت الثامن يعني شوي هيك أعطى دفعة أو بعطي دفعة لموليد برج الحمل خلال هذا اليوم اهتمامهم رح يتركز على الأموال المشتركة واليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أو المتابعة علجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حريصين على تلطيف الأجواء استشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع يعني اليوم بدها شوي هيك انك تركزوا ببعض الأمور بشكل جيد وخصوصا الأمور المالية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن مقابلكم تماما فبعطيكم إيجابية لأنه جيدة هاي الفترة لتدعيم شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية ولكن ممكن يكون في بعض المشاحنات أو سوء التفاهم ما بينكو بين الأزواج فبتطلب منكم هاي الفترة إنكو تضبطوا عصابكم برضو وجود القمر مقابلكم يعني طاقتكم ضعيفة فعشان هيك تكونوا تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرتصوتكم ما تعرضوا لقاءاتكم للفشل بسبب العصبية أو التردد وممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم والقاهر فما تيأس وحاول إنك تكون صبور لأنه ما بيزبط إنك تعمل مواجهات فحاول إنك تكون مستمع أكثر من متحد طبعا القمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك اليوم بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة لا تسمح لأي شخص بأنه شكك بقدراتكم ناقشوا واستفسروا عن التفاصيل ما تندفع وتتحوروا باتخاذ القرارات دون الأدلة أو دون أنك تكون مقتنع وعلى صواب حاول إنك تستشير أهل الخبرة بأي مسألة ما تتشبث برأيك واستمع لآراء الآخرين بهدوء وروية وما تتصرع بقراراتك ممكن اليوم تنشغل بملف أو معاملة ولكن أهم إشي أنك تنتبه برضو على صحتك بالنسبة لما أوليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح والطاقة الإيجابية وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ولكن تنتبهوا أنه ما تحاولوا تفرضوا سلطتكم أو سيطرتكم أو تتحكموا بأحباءكم أو تفقدوا السيطرة على أعصابكم فتمفجروا فيهم فبدك تضبط أعصابك بشكل جيد ممكن اليوم تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك تخصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط برج الأسد بتنهمكم اليوم في أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك اليوم تركيز القمر في البيت الرابع تركيزكم كله رح يكون على تعديلات على مسكنكم على شؤون إلها علاقة بالعائلة منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يستأجروا بيت أو يهتموا بدفعات العلاقة بالأجار أو تصلحات بتميلوا للتقرب من أفراد العائلة مد يد العون لإلهم ممكن يعني بعض موليد برج الأسد يدخلوا فترة فيها مواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة لأن هذه الفترة فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تضطروا للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعض المنزلة فلا تهملوا برضو صحتكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم عندكم نشاط وحيوية وقدرة عالية على الإقناع برضو نشاطكم وحيويتكم واتصالاتكم رح تكون كثيرة جدا هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار وهذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية فعشان هيك بدروك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ممكن أشخاص اليوم يطلقوا حملة ترويجية أو يسمعوا خبر سار برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة اليوم متاحة للحصول على مال هذا المال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هذه فترة تعتبر فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شيء أنك تنشط وتتفاعل وتنطلق برضو عشان تتحصل من مكاسب هذا اليوم يسعوا للوفاة والحلول الوسط لطف الأجواء حسنوا علاقاتكم يعني كل الانشغالات على الصعيد المالي ولكن مقابل هاي الأمور اللي إلهي علاقة بالمكاسب المالية في مصاريف وأيضاً المال ممكن ييجي ويكون له تصريفة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً أنتم اليوم عندكم نشاط وحيوية أكثر من الفترة الماضية لأن القمر خلص وصل لعندكم برضو بينجذب لكم أفراد الجنس الآخر بإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة من شيء هنهدع من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم تستعيدوا كامل حيويتكم ممكن اليوم تتلقى جواب كنت بتنتظره أو تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة أو تنطلق بهم بمهمة طال انتظرها في شي جديد اليوم رح يدخل على حياتك فهذا اليوم من الأيام رح تكون مميزة بالنسبة لعلك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم تجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب في برج العقرب فعشان هيك رغم عدم موجود أي مخاطر إلا بدكوا تكونوا حادرين فعشان هيك انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة وحادروا من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحضوض في هاي الفترة بتكون قليلة فما تجازف برضو ممكن يصير تنوع من أنواع التأخير أو الفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم لأن القمر صار في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أهم شيء أنه حاول أنك ما تعمل وحيد لأن المكاسب كلها بتيجي من العمل المشترك أو من العمل الجماعي حاول أنك تشارك وتساعد وتتعاون مع الغير عشان تحقق إنجازات أو الإنجاز المطلوب أو النجاح المطلوب بتفرحوا بوجود أحد الأصحاب أو بترفعوا عن نفسكم في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبرضو بتنجحوا بإثبات جدارتكم ونيرضى المسؤولين منكم أشخاص اليوم ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي إنك ما تنجر وراء التصرع والإنفعال حاول إنك تكون هادئ القمر بشكل زاوية شوي هيك فيها نوع من أنواع العدية فعشان هيك ممكن تبدو هيك غاضب أو عدائي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات ممكن اليوم تكرم على مسألة معينة أو تحصل على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة جدا بالنسبة لإلكم لأنه القمر وصل للبيت التاسع اللي العلاقة بالسفر والبعيد والعلاقة بالأجانب العلاقة بالقضايا بالأوراق القانونية بالمعاملات يعني يهم ممتاز وبتشعر بقوة العاطفة مع أحبائكم يعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو سفرية حتى ممكن بعض موليد برج الحوت يسافروا في رحلة أو يفرحوا لانفراج تسوي مهمة بتهتموا بهواية جديدة بتكونوا حيويين تتحمسوا لمتابعة أي مسألة موكلة لإلكم يمان عندكم القدرة على التواصل مع المحيط ولكن اللي عنده مقابلة أو عنده امتحان يركز أكثر ما إنه يعتمد على الحظ هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء